اشتركوا في القناة خلال غارة جوية لطائرة مغربية مسيرة ووجهت الجبهة طلبها للبعثة الامامية لمرافقة عناصرها الى قرب الجدار الرملية قصد استعادة جثت عناصرها وحمايته من اي قصف للمسيرات المغربية ووفق ما نقلته مواقع تابعة للجبهة الانفصالية فان الطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية نفذت غارة في منطقة المحبس شرق الجدار الرملية وتسببت في مقتل خمسة عناصر من ميليشيات البوليساريو من بينهم منصق المنطقة العسكرية السادسة سيد المهدي حامدة ويذكر ان طائرات القوات المسلحة الملكية تمنع منذ 13 ونبر 2020 عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية من الوصول الى المناطق العزلة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء